طيب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليه نهتم بكتاب زي ده أولا السنة دي بيكون مر على دخول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراءها خمسين سنة على بداية مسئوليته ومشاركته في العمل السياسي وتنفيذي في دولة الإمارات أصدر كتاب اسمه قصتي يعني غلافه معنا الكتاب ده في خلاصة غلافه هو قصتي محمد بن راشد المكتوم خمسين قصة في خمسين عام هو مغرم كمان بتقديم أشكال مختلفة يعني لأنه مهتم جدا بمسألة التنمية الذاتية يعني الناس بيعلالات تنمية البشرية في التنمية الذاتية فهو اختار أن يعمل خمسين قصة في خمسين سنة في جزءين؟ الجزء السياسي والجزء الإنسان هيا احنا قدام مسئول عربي هو وريس الحكماء يعني سواء والده الشيخ راشد المكتوم أو الشيخ زايد اللي هو كان برضو قريب منه وريس الحكماء هيا أنا توقفت عند أكتر من موقف لما تكلم عن بيروت تكلم عن بيروت لأنه كان هناك بسافر وهو صغير بيروت وكان بيحلم أن دبي تبقى زي بيروت وفجأة في سنة خمسة وسبعين لما هو كان وزير دفاع بدأت الحرب الأهلية في بيروت ودي الحرب اللي استمرت خمستاشر سنة تدخل طبعا الشيخ محمد بن راشد بدفع وتوجيه من الشيخ زايد إنه يحاولوا يخففوا وطقة هذه الحرب قدر الإمكان وعملوا اجتماعات وراحوا وتكلموا مع الأطراف فده كان أول مشهد من مشاهد أو مشهد كبير من مشاهد الحرب بيروت بالنسباله بتمثل وجع كبير لأنه مثلا في 82 لما تم الاجتياح الإسرائيلي للبنان ولما تمت مسبحة صبرة وشتيلة التي لن ينساها أحد في 40 ساعة يعني الكتائب بغطاء من الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا مسبحة صبرة وشتيلة قعدوا 40 ساعة يقتلوا في الناس وهو لا يزال يذكر أو يذكر العرب بصور هذه المسبحة البشعة اشفاقوا على بيروت من إيه؟ إنه بيقول إنه أنا لازلت أرى إنه بيروت ساحة لتصفية الحسابات وعايز أقول لحضراتكم إن دي مشكلة لبنان لما بيتنقل لموقف تاني مع صدام حسين وهنا هتلاقي حاجة مختلفة جدا فيه سياسة الإماراتية اللي بيترجمها محمد بن راشد في موقف مهم جدا يعني صدام حسين كان متدايق من محمد بن راشد كتير يعني كان واخد منه موقف وقبلغ الشيخ زايد بدا فمحمد بن راشد لما عارف قابل صدام حسين فصدام حسين يعني اتكلم معاه بتحفظ شوية وقال له أنت كنت بتأيد إيران طيب أول ما جينا عند صدام حسين فعندنا مشكلة فنية هنطلع فاصل قصير ونرجع لحضراتكم أهلا بكم من جديد وعفوا ليه هذا الفاصل الاتراري فكنت بقول لحضراتكم الموقف الثاني في حياة الشيخ محمد بن راشد المكتوم كان مع صدام حسين إذا علم منه أو واخد موقف فلما قابله فقال له أنا عندي تقارير إنك كنت بتأيد إيران وهي بتحاربنا فالشيخ محمد بن راشد قال له سيبي التقارير دي على جنب كده أنا موجود معاك هو سألني فقال له لأ أنت كان في مساعدات بتروح من الإمارات لإيران فالشيخ محمد بن راشد هنا حط القعدة قال له إذا كنت بتتكلم على مساعدات عسكرية فما حصلش لكن إحنا كنا بنطلع الطيارات بتاعتنا من الإمارات بتطلع بمساعدات إنسانية للشعب الإيراني والشعب العراقي وهنا المعادلة اللي انت اللي الناس مش فاهمها عن الإمارات الوقتي لما بتيجي تتصرف مثلا تصرف معايا ناس ببقاش فهم هو عنده مبدأ إنه مع الشعوب فالشعب الإيراني مالوز زنب في الحرب الشعب العراقي مالوز زنب في الحرب فتطلع المساعدات الإنسانية للشعبين رغم إنه فيه حرب تصرف النظر حتى عن موقف السياسي للإمارات الإجابة دي والموقف ده غير شوية فيه نظرة صدام حسين ليه محمد بن راشد لما جات بقى غزو الكويت وجاء في 2003 الأمريكان دخلوا كانت الإمارات بتحاول تنزع الفتيل وعرض محمد بن راشد على صدام حسين أن يخرج من بغداد ويعيش في دبي حتى تنتهي الأزم فصدام حسين قال له أنا لا أريد أن أنقذ نفسي ولكن أريد أن أنقذ الشعب العراقي ورغم إنه ده ما تحققش على الأرض لكن في لحظة ما الشيخ محمد بن راشد أكبر هذا في صدام حسين وراجل مش عاوز ينقذ نفسه عاوز ينقذ الشعب بتاعه فلكن كان هناك عرض واضح من محمد بن راشد لصدام حسين أنه يجي دبي عشان المسألة دي تاخذ موقف الثالث كان مع القذافي ورغم ملاحظة محمد بن راشد على القذافي وعلى أداءه وأنه الناس المساعدين هو بيقول المساعدين بتوعه أو مرافق القذافي ما كانوش بيبينوله الصورة إما خوفاً وإما طمعاً وهو بيرجح أنه كانوا بيبقوا خايفين من القذافي لأنه القذافي لما كان بيتكلم كان بيتكلم وكأنه إله أو نصف إله أو راجل مؤيد بالوحي ما بيقولش حاجة ما بيقولش حاجة غلب الفكرة أنه بيكشف يعني محمد بن راشد أنه القذافي طلب منه أنه يبنو مدينة زي دبي في ليبيا حتى تكون هذه عاصمة عاصمة اقتصادية لإفريق لكن لم يحدث لم يحدث ذلك الدرس اللي أنا حسيت أنه محمد بن راشد شيخ محمد بن راشد طلع به من عمله ومن تدخله في الأزمات الكبرى في المنطقة أن الحروب ليست في صالح أحد على الإطلاق ما حاش بيستفيد من الحروب اللي بيهزم واللي بيتهزم ما بيستفيدوش من الحروب ويمكن هي دي الرسالة الأساسية اللي هو بيحكي هو لا يحكي قصصا من حياته حتى يتسلى الناس ولكن يحكي قصصا من حياته حتى يبطعز الناس به الحروب مش في صالح حد لا اللي بيتهزم ولا اللي بينتصر أنا توقفت الحقيقة عن جزء مهم جدا في هذا الكتاب وهو يتحدث عن والدته وأنا هأرى مع حضراتكم في دقائق قليلة جدا ما كتبه أو بعض ما كتبه محمد بن راشد عن والدته السيدة لطيفة لأنه يعني إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان ابحث عن علاقته بولدته بأمه يعني شوف علاقته بأمه كانت عاملة إزاي فتعرف كتير جدا عن تفاصيل حياته فمن بين المواقف اللي حصلت واللي سجلها في هذا الكتاب يعني خلاص الصحف العربية والمواقع العربية بتعرض أجزاء منه ويسدر قريبا يكون هنا في القاهرة إن شاء الله قريبا كتب محمد بن راشد عن والدته اسمها لطيفة بنت حمدان بن زايد النهية نسبها ابنة حاكم أبو ظبي من 1912 إلى 1922 وظيفتها رفيقة ضرب راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي على مدى أكثر من أربعة عقود بعد وفاتها تغير راشد بن سعيد ولم يعود كما كان حتى وفاته بعد زواجها من الشيخ راشد بعام أنجبت ابنتها الأولى الشيخ مريم وبعد سلاسة أعوام أنجبت الشيخ مكتوم ابن راشد وريس الحكم كان لمقدم الشيخ مكتوم حفاوة كبيرة بعده ببضع سنوات رزقت العائلة بابنها الثاني حمدان بن راشد سمي والدها حمدان بن زايد حاكم أبو ظبي السابق عاشت والدته سنوات جميلة رزقت بابن آخر أيضا سمته مروان توفي مروان بشكل مأساوي وهو صغير لم يتحمل قلبه الرقيق الرفيقة اللطيفة فقد مروان حلمت بنا تنجب ابن جديد أن تسميه محمد فرح والده بالحلم وتفسيره لأنه يجبر قلب رفيقة دربه لطيفة تحققت الرؤية وأنجبت ولدا سمته محمد بن راشد آل مكتوم كانت محبتها عظيمة لجميع ابنائها لم أرى حبا كحبها ولا قلبا كقلبها ولا قربا كقربها عفتش سنواتي الأولى في كنفها وكنف والدي كان والدي يجلسني بعمر سنتين وسلاس أمامه على حصاني ويأخذني معه أينما زهر كنت أحب الاستيقاظ مبكرا وكنت أصح قبل جميع من في المنزل لأجل الشيخة لطيفة مستيقظة قبلي تعد لنا الفطور رغم وجود من يخدمها في البيت لا أزال أسكر رائحة خبز أمي وأسكر حديثها معي في الصباحات الباكرة كنت أستمتع بالحديث معها عن العلاجات الطبية بالأعشاب كانت معروفة بمهارتها الطبية وكان الناس يكتزون مسافات بعيدة مع أطفالهم أو أقربائهم لتصف لهم أدوية ومراهم من خلطات الأعشاب كانت والدتي قادرة على إطلاق النار أفضل من كثير من الرجال وكان بإمكانها التحكم بالحصان أو الجمع كان لها مجلسها مع النساء ولم تكن تتردد في نقل كل همومهن للشيخ راشد كانت شخصياتها قوية ومحبوبة في الوقت نفسه كل من عرفها أحبها أحبها كانت تعد فطوري كل يوم قبل ذهابي إلى المدرسة في الطريق كنت أقسمه نصفين للنصف ولمهرة كنت أحبها النصف الآخر ما زلت أسكر وأنا جالس في حضنها تحدثني عن أول رحلة لي إلى لندن تحدثني عن بلاد غريبة ومغامرة تنتظرني للصفة وكاني لم أنم في الليلة التي أخبرتني أمي فيها بأنني سأذهب إلى لندن كان ذلك في عام 1959 بعد تولي وليد الحكم بعام تقريبا كنت أصحق قبل جميع من في المنزل لأجد الشيخة لطيفة مستيقظة قبلي تعد لنا الفطور رغم وجود من يخدمها في البيت لا أزال أذكر رائحة خبز أمي حقيقة يعني يتوقف كل من تحتل أمه مساحة كبيرة جدا في حياته أمام هذه الكلمات يعني رغم رحيلها يذكر عندما كانت تستيقظ لتجاهز لهم إفطارا رغم أن هناك من يخدمها ولذلك من الطبيع أن يقول محمد بن رشد المكتوم لا زلت أتذكر خبز أمي الحقيقة كتاب أعتقد أنه مهم أنه الناس تقراض أولا هنعرف كتير جدا من كواليس اللي حصل في المنطقة العربية لأنه كان فاعلا كبيرا في هذه الأحداث وسنرى تجربة إنسان هو واحد من البنائين الكبار في المنطقة خلال العقود اللي فاتت الناس اللي بتؤمن بأن السلام هو اللي بيسعد الإنسان مش الحروب خلال العقود اللي بيسعد الإنسان